في هذا اليوم نستعرض تاريخ وأهمية لغة بريل ونشجع على فهم أعمق حول التحديات التي تواجهها الفئة الكفيفة وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في تعزيز الوعي وتوفير الدعم اللازم لهم لذلك يحيي العالم اليوم العالمي للغة بريل بهدف تجيع أصحاب الهمم من المكفوفين أو من يعانون من ضعف حد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم إضافة إلى العمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية تم اختيار اليوم الرابع من كانون الثاني من كل عام ليكون اليوم العالمي للغة بريل حيث يوافق هذا التاريخ ميلاد لويس بريل عام 1809 الذي أوجد الكتابة بطريقة بريل المعروفة والتي سميت على اسمه حيث أحدث بها ثورة في حياة المكفوفين باختراعه نظاماً للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة نقاط الست البارزة وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني إن لغة بريل هي عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم وتابعت يستخدم المكفوفون وضعاف البصر لغة بريل لقراءة نفس الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة وهو ما يعد مؤشراً على الكفاءة والاستقلال والمساواة ولفتت إلى أن الأشخاص من فاقدي نعمة البصر يبلغ عددهم في العالم حالياً ما يقارب المليار شخص مؤكدة أنهم أقل الفئات الاجتماعية اندفاعاً بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية حتى في ظل الظروف العادية لغة بريل وسيلة تساعد المكفوفين على عبور جسر الحياة كغيرهم من الأشخاص فهي لغة تحمل في طياتها قصص الإسرار والتحدي والنجاح وبفضل هذه اللغة يتسنى للأفراد المكفوفين أن يكونوا جزءاً من المجتمع الذي يحيط بهم ويتمكنون من فهم العالم من حولهم والمساهمة فيه بشكل فعال ترجمة نانسي قنقر